أعزائي طالب السلام عليكم وكمل موضوع للسوكسليت إكستراكتر أنه هنا المادة صليبة المطحونة نخليها هنا هذا هو الثامب يشبه الكشتبان يعني توضع بالمادة وبعد نوضع هنا المادة التي تستخلص فتسخن بخاء الغازات تتكتف هنا بها الكنديسر تأتي هنا على شكل خطرات ستدوم المادة مثلا عندك بذور أو راق جذور مادة مثلا مثلا هيربز يعني توابل أو ما شابه فهذه تستخدمها يعني نخليها هنا وطحونة واستخلاص المادة لذوب مثلا إذا كان ما أو غير مريب لذوب ومن هذا الذراع ويسعد هنا ويبقى بشكل أواني وسطرق ثم السيفون يرجع يتجمع هنا فإذا المادة مالتك تستخدمها تجمع هنا بالأخير فهذه مكونات جهاز سوكسليت وهذه القطاع مالتك كوندينسر الدكتر هذا الذراع وهذا هنا أعدي استرار بار يعني حتى للبزج بار قطاع عديد مغلفة بلاستيك ممكن وماغنيات حتى لإغرض البزج فهذه مكونة لأساسي الجهاز سوكسليت سيفون آرم آوت سيفون يعني هذه ستة وهذه سبعة سيفون يعني ينتقل إلى السيفون هنا فلاسك طريقة السيفون لدينا الجهاز الآخر هو نسميه روتر إفابوريتر روتر إفابوريتر هذا هذه كون من حمام مائي وفي فلاسك الدول وهذا هو كفف وهذا يحقن بالسامبل شاهدنا الموضج بالراوند وهذا وهذا الفلاسك هو يجمع بالموضيب فأنت ستفصل لديك صلب سيتبخر الموضيب والمادة المتطاعة الموضيب سيتجمع فأنت بعملية الوصل بالروتر إفابوريتر وهذا صورة إلي ووتر باث وهذا الراوند يدوح تتحكم بعدد الدورات روتر إفلاسك موضيب موضيب وهذا روتر إفلاسك وهذا تتحكم بالسرعة وهذا الكوندينسر وهذا إنلت فالد وهذا يجمع موضيب وهذا كلام فهذا هو الروتري إفا توريتر وشكرا أعزائكم لدي أحسن استماعكم وأصلاحكم وأصلاحكم ترجمة نانسي قنقر